موسيقى جلبتها لي من السينيغال يعني لها جزيل الشكر على ذلك ولن أنسى جميلها أبدا لأنه هذا الزبدة كمز على الأرض رائعة لو تعرفوا قيمتها لن تستغنوا عنها نظرا لطلب العديد من الأخوات في قناتي عن كيفية استخدام واستعمال زبدة الشيعة طلبنا مني أني نعمل فيديو عليها اليوم رح نحكي لكم عن فوائدها وعن طرق استعمالاتها سواء للشعر للبشرة للجسم ونوعية البشرات التي بإمكانها استعمال زبدة الشيعة وطرق استعمالها وفوائدها للجسم والشعر أول وحتى لدائرة العينين هي لها فوائد رهيبة للشعر والبشرة والجسم خصوصا الذين يعانون من الجفاف جفاف الشعر أو جفاف الجسم والوجهة تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية مثل حمض السيت ياريك تعتبر واقي شمس طبيعي تعتبر برايمر طبيعي تعتبر مرطب ليلي طبيعي مزيل التجاعد تعتبر مسكن للآلام في الجسم تعتبر مزيل لحروق الشمس بإمكانكم وضعها على البشرة كواقي شمس طبيعي لأنها تحمل البشرة من الأشعة ما سوق البنفسجية التي تضر بنسيج الجلد الخارجي توفر لكم الرطوبة والمواد المغضية التي يحتاجها البشرة والشعر والجسم أيضا هي تصلح أكثر شيء إلى صاحبات البشرة الجافة والعادية والمختلطة أما صاحبة البشرة الدهنية لا أنصحها بها لأنها ترطب أكثر وتزيد من دهون البشرة الجافة لذلك لا ينصح لصاحبة البشرة الدهنية استعمالها تكافح الشيخوخة تحفز تكوين مادة الكولوجين في الجلد تجعل البشرة تبدو أكثر شبابا وتألقا تعطيكم ترطيب قوي للبشرة تساعد في علاج الإكزيمة ترطب الشفاة وتحميها من التشقق تهدئ من تهيج الجلد بعد الحلاقة وإزالة الشعر حتى الرجال جيدة لهم بعد حلاقة الشعر تساعد على الحفاظ على مرونة ونعومة جلد البشرة والجسم رائعة لصاحبات الشعر المتقصف هي تعتبر سيروم طبيعي بإمكانك استعمالها تدهني بها الأطراف بعد استعمال السيشوار أو تعملي بها حمام زيت للشعر قبل الاستحمام خصوصا إذا أمزجتموها مع زيت الججوبة وتدهنوها على الشعر وهو مبلول تحافظ على نعومته تحافظ على رطوبة الشعر تحافظ على لمعانه وتجعله يجف بطريقة سلسة وناعمة تعطي نظارة للبشرة تعالج الكلاف التصبغات البقع البنية البقع السوداء في الوجه تصبغات البشرة تعالج حروق الشمس علامات التمدد الندوب البقع الحمراء في الجسم في البشرة تعالجها خصوصا هذه الأصلية هي رائحتها مميزة وليست محببة لكن ليست مرفوضة يعني يقبلها الجسم هي رائعة بما أن لها فوائد رهيبة هذا يغطي على رائحتها الغير محببة تعالج لكم لدغات الحشرات إذا دهمتم المكان بها هي مرتب طبيعي للشعر اللي فروة الرأس تزيده في طول الشعر أخلطيها مع زيت جوز الهند وعملي مصاج لفروة الرأس تدليك ورأسك على وضعية الركوع وأغطي الشعر ببلاستيك غذائي وتركيها لمدة ساعة ساعتين وأغسل الشعر هذه الطريقة تعطيك نتائج من الموسى طبعا الموسك استعمله مرتين في الأسبوع هي طبعا من مصدر نباتي من شجرة الشياء تلمو في السينيغال في كوتيفوار في دول إفريقيا اشتروها من أطار يكون ثقة أو من عند الأفارقة في المعارض المتنقلة أو اشتروها من الصيدليات وشبه الصيدليات يقومون باستيرادها أصلية تيكستور تحى جامدة يعني قوامها سميك جدا لما تخلطوها مع الزيوت تتحلل نوعا ما وتصبح سليسة واستخدامات هذا الزبدة أولا عندنا لعلاج التجاعد بإمكانكم خلط القليل من زبدة الشياء مع القليل من زيت السمسم وأمزجوها جيدا ادهنوها على الوجه على الرقبة على اليدين يوميا كله لعملوا مساج وتدليق بسيط والطبطبة على البشرة هي تسرع في تدفق الدم والأكسجين إلى البشرة مما يحفز تقويل مادة الكولاجين هذا المساج استعمله يوميا حتى تتشرب البشرة تماما كرره كل ليلة استخداماتها لتفتيح لون البشرة طبق القليل من زبدة الشياء مع القليل من زيت الزيتون البكر طبعا البكر هي من العصر الأولى وتباع في جميع المحلات في العالم والجزائر هي رائعة كدهان خليطيها مع بعض ودهني بها الوجه كامل ضعيها يعني مصاج خفيف لدقائق ثلث مرات في الأسبوع تعطيك نتائج ممتازة تحسي بالفرق والتغيير الجدري في البشرة بإمكانكم تطبيق هذا الدهان أيضا على الجسم كامل هي مرطب طبيعي للجسم بإمكانكم تطبيقها كماسك للوجه مغذي منعش للبشرة يزيل التجاعد ويحفز تكوين الكولاجين أيضا تطبيقوها مع الزيت الأفوكادو امزجوهم جيدا زيدوا مثلا عليها كمية من كبسولات الفيتامين اي او الفيتامين اي زيت الفيتامين اي او قطرات من زيت الفيتامين اي لا فيتامين اي الفيتامين ها تجوها جيدا واتطبقوها كماسك على الوجه كامل على الرقبة اتركوها لمدة نصف ساعة واخسلو الوجه تطبقو هذا المسك ثلث مرات في الأسبوع نتائج فورية ورائعة اما بخصوص البشرة التالفة التي تعاني من الشحوب والهالات السوداء اخلطوا القليل من زبدة الشيجا مع القليل من العسل العسل الصافي الطبيعي الأصلي امزجوهما جيدا طبقوها على الوجه كامل على دائرة العينين اتركوها لمدة ربع ساعة وازيله هذا المسك استعمله يوميا تلاحظي نتائج ملموسة بعد الاستعمال الأول بإمكانكم ضيفوها ايضا زيت الارغان المغربي الأصلي يختارق طبقات الجلد واذا مزجته مع زبدة الشيجا ودهنت به الجسم والبشرة يحطيك نتائج ممتازة اما اذا اردتم استعمالها كمقشر للجسم او الوجه امزجوا القليل من السكر سواء السكر البني او السكر الابيض العادي والقليل من زبدة الشيجا نزجوها جيدا تطبقوها كمقشر للوجه والجسم لدقائق واشطفو تلاحظوا نتائج خيال ورائعة يطبق هذا المقشر مرتين في الأسبوع اما اذا اردتم استعمالها ككريم وضاد للتجاعد للوجه والرقبة اضعوا كمية من زبدة الشياء قليل من زيت الججوبة الأصلية من زيت جوز الهند الأصلية من زيت الزيتون الأصلية من زيت اللوز الحلو وكبسولاتززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز قبا واليدين تعطيكم نتائج رائعة كل اللي عملوا هداك المساج بها خبوها في يعني مكان جاف ومظلم الى انتهاء الكمية في قنينة تعطيكم الترطيب المطلوب للوجه تكافح علامات الشيخوخة وتعالج مشاكل البشرة يوم بعد يوم تلحظوا تغيير جذري في الوجه اذا اردتم استعمالها كالسيروم بعد غسل الشعر امزجوا القليل من زيت الججوبة مع القليل من زبدة الشياء طبعا ضعوا كمية قليلة على الخصل وهي مبلولة خصوصا الشعر الجاف جدا الهايش الشعر يعني كأنه مثل الشعر الافريقي رائع عليه ترطبوا تماما ودعوه ينشف عادي بامكانكم ترطيب الاقدام المتشققة بها مصاج خفيف كل ليلة على الاقدام على الارجل حتى تتشربها تماما وكرروا العملية كل ليلة الطريقة هذه تخليكم اقدامكم مثل اقدام البيبي بامكانكم استعمالها كمرطب لليدين ايضا هي صحية جدا للجسم بامكانكم تتناولوها يعني اضيفوها الى السلطات او الاكل صالحة للاطفال للكبار والصغار لجميع شرائح العم بما ان زبدة شية عندها رائحة يعني مميزة وقوية وغير محببة بامكانكم اضافة قطارات من الزيت الاساسي الخزامة اللفندر هكذا يعني رحت تضيع الرائحة القوية لزبدة شية وفي نفس الوقت تحصلوا على كريمات معطرة اضيفو هذا الزيت الاساسي الى جميع انواع الخلطات اذا تواجدت عندكم وايضا اذا تواجدت عندكم جل الالوفيرا جل الصبار اضيفوه الى الخلطات يعطيكم نتائج ممتازة اذا ضفته اذا لم يتواجد استغنوا عنه تسكن الالام ايضا اذا كان عندكم الام عظام الام مفاصل الام الظهر دفوها جيدا ودلكوا بها المنطقة مليح تخفف من الالام تخفف من حروق الشمس ايضا اتمنى ان يستفيد منها الجميع اذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس وما تنسوش تابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديد لحظة نزوله شكرا بزاف بزاف والى اللقاء سلام